فجأت على الفيسبوك والسوشيال ميديا يعني حملة هجوم على الإعلام المصري الساخر باسم موسف بسبب بث عملوا عن أحداث أراضي المحتلة وغزة وكيفية التصرف معها والتعامل معها الحقيقة يعني عدت إلى الفيديو لأرى هل ما قاله الناس صحيح في الهجوم عليه لأنه فيه هجوم في شتائم أما أن كلام باسم يوسف صحيح وحقيقي ومعبر عن القضية بأسلوب علمي صحيح هذا ما سأتحدث عنه من الشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحقيقة أني الذي يسلم عقله للسوشيال ميديا وموسائل التواصل الاجتماعي دون أن يحكم فيه فيما يراه فيما يلقى إليه قواعد التثبت والتيقن والإنصاف سيكون أسير هذه الوسائل وعدونا يفعل ذلك في أنه الألم السابق ولو بالكذب كما كثبوا على قضايا الاغتصاب وقطع رؤوس الأطفال وكم ده ثم عاد بعد ذلك البيت الأباديان في كلام بايدن الذي كان بتسريبة أو بكذبة من نيثنياه حيث هذا درس مهم جدا لنا ألا نسلم آذاننا ولا عقولنا ولا أبصارنا لكل ما يلقى إلينا الإسلام علمنا هذا المنهج التثبت التيقن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا حياء استيقظوا أنا متابع الفيسبوك على أشخاص بيشيروا بث مباشر خمس دقائق لأستاذ باسم يوسف الإعلامي المصري المعروف لكل له صوالات وجولات أيام الدكتور مرسي وبعد الثورة ثم مونع بعد الانقلاب العسكري في مصر البث عن أحداث الأراضي المحتلة والشائعات التي خرجت في الغرب عن اغتصاب النساء وقتل أطفال وكذا وكذا والميديا الآلة الجبارة التي تعمل على شيطانة أهل غزة لاستباحة ما يحدث معه باسم يوسف الحقيقة أنا شفت الفيديو كاملا الحقيقة أن كلامه كله مئة في المئة صحيح تماما تماما بالمناسبة والكلامنا يخرج إلا عن شخص ذو عاطفة تجاه القضية معه وليس ضد كون أن هذا هو الضور المطلوب منه المأمول أم لا يعني لا يعني قصة أخرى نتكلم فيها باسم يوسف في الفيديو يا جماعة أني إحنا عملين نتكلم بالعربي ونخاطب بعض ونصحح لبعض الأولى أن يكون فيه لأنه عند الأمريكان وعند الغربين وعند الرواية هذه المكذوبة بتروج وفعلا أنا شفت صديق كان في مناظرة مع سياسية أمريكية أو نائبة وقالت المعلومة لأنه لما نفهلها قالت أن تحتلها واعتذرت فهو بيطالب أن تعتذر علنا معناه أن الرواية يراد لها هذا الرواج ليه هذا الرواج بيقول باسم يوسف أنه عشان يهيئ المجتمع لأي إجراء سياتخذ سواء بقى الناس دي تدبع تتعامل كل ما يحدث فيها يبقى الناس مهيئة لأنه يتتقبل ما سيحدث فيها وده دور الميديا نفس اللي تعمل في الإخوان أيام رابعة ومن رابعة الإعلام يقعد يهيئة لأنه يتعمل ده يستهلوا زيادة نفس اللي حصل في العراق وأنه فيه مفاعلناه وكذا فهو بيكلم من واقع خبرته بالعقلية الغربية في أن الميديا دايما بتسبق تسبق العمال العسكرية والأعمال اللي فيها تجاوز واللي فيها استباحة لكل القوانين الدولية والقانونية والعرفية والشرعية والدينة وكل ما يتعلق يعني فهو بيكلم في أن لا لابد أن الناس اللي على الأرض عندهم مراسلين بالانجليزي ويعلن الحقيقة كلامه صحيح يعني كلامه صحيح ودقيق جدا كن دا تم بنسبة معينة المفروض يتفعل أكتر لكن الحقيقة لا أرى أبدا في كلامه إلا النصيحة الصحيحة والدلالة على الأنفع والأنجع مع عقلية الغربيين التي يراد من الكيان المحتل أن يجعلها أسيرة الرواية التي يرويها هو فقط ففعلا هذا كلام مهم لا يكتفى بالوسائل الإعلام العربية صح لأنك بتخاطب نفسك صحيح فيه عندنا متصهينين عرب وناس مطبعين بشكل عميل وقميء والخطاب العربي مهم لهم لكن الخطاب الأهم في الدول التي أصبحت الآن تريد أن تدخل معاونا ومؤازرا لهذا الاحتلال فيما سيفعل وفيما يوفعل لازال يوميا في الأراضي المحتلة في غزة وفي غيرها دي توصيف بإنصاف لما قاله باسم يوسف وكلامه صحيح مليون في المئة لا غبار عليه قد يكون الاعتاب من البعض طبع ما باسم يوسف يعرف انجليزي لماذا لا يتكلم هو بيقول أن ناس ماشي وإذن الحجة أنه بقى فيه مادة من انجليزي هو شارع صفحته ويتكلم بقى فيه حالة من الزخم وإن كان الأولى أن الزخم يبدأ منه ويبدأ من غيره الحاجة التانية أنه طبعا أسباب النظر السلبية لأي حاجة بيقولها باسم يوسف هي الناس اللي وقده موقف من قبل بناء على تاريخ باسم يوسف معه أن باسم يوسف فترة رئاسة الدكتور مرسي كان يعني رأس حربة فيه أدوات الانقلاب الإعلامية وأن بعد الانقلاب لم يستطع ثم خارج ثم تحول خطه من برامج ساخيرة إلى برامج أكل وصحة يعني كل واحد حر في قراراته لكن مدام الإنسان دخل في الشأن العام السياسي بهذا الحج علي أن يتحمل الانتقادات اللي بنفس القوة هو نفسك برنامجه ساخر فإذا أنت لم تتحمل انتقاد الناس كان أولى بك أن لا تقوم بهذه البرامج النصيحة للجمهور أن يا جماعة لا تحكموا على الناس بالجملة الناس ما ياش بكت على بعضه شروة قفص طماطم على بعضه لا في الإنسان طبعا المجمل ده اللي بيحاسب عليه ربنا سبحانه وتعالى وأيضا والتاريخ ثم التاريخ ده طبعا ده حقيقة يعني لكن مع ذلك التاريخ فيه كفتين حسنات وسيئات صواب وخطأ حق وباطل ما فيش حد طول الخط سادق ولا طول الخط كذب ما فيش حد طول الخط هو غلط وطول الخط هو صح إبليس نفسه نصح سيدنا عبدالله مسعود وقال له نصح بقيم الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك هو وكذوب ده إبليس مش بني آدم آآ عنده كفتين ميزان حسنات وسيئات فدي نصيحة لإني آآ الرأي أول واحد علق وشير الناس شيرت وراه وشتيمة في باسم طيب ما رأي لها لحد صح فانت كنت هتخسر صوت أو مادة لصالحك ومادة متشافة يعني لسه بحد الصبح النهاردة فوق تلاتة مليون مشاهدة إذن فيه صوت مهم بتشاف وبتسمع وقال الكلام كويس الأولى أنك أنت تشجع وتحيي على هذا الموقف يعني ما أنت فيه ناس بتاخد موقف القدرة الفلسطينية ممتاز لكن مع الانقلاب هو مع الانقلاب ومع السيسي خلاص الناس لا تأخذ بالجملة طبعا الصح إن الإنسان يكون مستقيما في مواقفه واحد لكن يعني مسألة صعبة في حياة الناس فالحقيقة ما ذكره باسم يوسف اقترحاته اقترحات حققية نصائح ونصائح مخلصة موقفه موقف عظيم جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا وإياكم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته